اشتركوا في القناة نظام السراج لادارة الجامعات المصمم من قبل مركز الكافيل لتقنية المعلومات اليوم ان شاء الله معكم راح نكون في كيفية ادارة الاختبارات الالكترونية وتصميمها واطلاقها للطلبة ان شاء الله باستخدام هذا النظام بداية هاي الصفحة الرئيسية اللي دي شوفوها امامكم بيها تسجيل الدخول اسم المستخدم كلمة المرور اوكي واقدر اقول لها تذكرني متل ما اتفقنا واقول لها تسجيل دخول مرح اسجل دخولي رح ستسجيل دخول الى النظام طبعا هاي الصفحة الرئيسية اللي قلنا خاصة بالاستاذ اليوم ان شاء الله انو ياكم راح نشرح كيفية انشاء اختبار الكتروني باستخدام نظام السراج اوكي وان شاء الله بالجزء الثاني طبعا راح يكون على جزئين حتى ليكون الفيديو طويل وممل الجزء الثاني راح نشوف كيفية تصحيح تلك الاختبارات واطلاق النتائج الى الطلبة بالامتحانات عبر الانترنت عندي قائنتين القائمة الاولى اللي راح ناقشها بالجزء الاول هي قائمة الامتحانات قائمة الامتحانات بها تحديث ممكن انو حدث الامتحانات الجديدة اذا صار عليها اي ابديت عندي البحث عن امتحان معين طبعا هنا البحث عن طريق الاسم مثل ما قلنا من الممكن ان اكتب تاست هنا اوكي واقول لبحث شوف من قتلة تاست وقتلة بحث راح يصار عندي كل اختبار عنوان تاست راح يطلع عندي هنانا لشوفوه امامكم ممكن انه الغي هذا البحث عن طريق الاكس اللي موجودة هنا كل اختبار امامكم تشوفونه بخيارات راح اجيناقشها ايضا بالمادة اللي تابع لها هذا الاختبار بالشعبة والكلية شوفوه اهنا كلية الصيدلة قسم الصيدلة المرحلة الثانية الدراسة الصباحية شعبة اي هذا الاختبار لهم عنوان الاختبار اللي يسمىه تيتشر الاستاذ مالتنا ايضا هنا موجود تاريخ البدء بهذا الاختبار هنا موجود التاريخ والساعة تاريخ الانتهاء ايضا هنا موجود الاختبار هذا فعال لمفعال يعني هو متاح بس هو مفعال انا مرفع اجباري النتائج بعد ان ينتهي الاختبار اعرضها للطالب او ما اعرضها اقدر منا ايضا انه اعرض النتائج اه الغي العرض مالتها كذلك عندي الوصف ده اكو اي ملاحظات ما تقدر اكتبها والامتحان لي يعني هنا اما كل الشعبة راح يكون هذا حسب التحديد طبعا راح نتعلم معانو ياكم شو نحدد او يكون الى مجموعة من الطلاب واضح شو بقعدكم اهنا ارد نوه الى فت فقرة مهمة وهي اكو اختبارات تشوفوها باللون الاحمر واكو باللون الاسود كل شي باللون الاحمر يعني انتهي شوفو هذا انتهي شوق تلات طعر ستة بدت لطعه ستة وانتهى تلصتعه ستة الولاحظة على الديت مات الحاسبة هنا ده بين الكومية هو اليوم عندي ست طاعه ستة فانتهى هذا الاختبار فرح يطلع باللون الاحمر بينما هذا ده شوفوه فمعه ستة وينتهي شوقت سباطعه ستة واليوم ستعاش يعني غدا راح ينتهي بالتالي راح يكون باللون الاسود. هذا بالنسبة الى اه يعني التفاصيل الخاصة بكل اختبار. قبل لا اروح الجديد واعلمكم نتعلم انه شون نسوي اختبار خلي نشوف خيارات. خيارات طبعا بيها دعديل انه ممكن اعدل على اعدادات الاختبار. بيها حذف. ممكن انه احذف الاختبار. بيها عرض الاختبار. عرض الامتحان ماتي ممكن انه عرضه. ارسال اشعار واعادة الامتحان. ممكن انه اعيد الامتحان للطلاب. اوكي? وارجع طلقة من جديد. تعديل لو ضغطت عليها. شا حيصر عندي? تشوف طلع لي اسم المادة. طلع لي الامتحان. اوكي? المن يا طلاب. مثلا هنا انا عدلت. اوكي? اريد ابعدل هذا الطالب. اريد لهذا الطالب. اريد لهذا الطالب. اريد لهذا الطالب. راح اشير مجموعة من الطلاب. حتى اسوي تعديل فقط. خلصت. ضغطة انتر. اوكي? كذلك العنوان تيست سميته مثلا تيست تلاثة وثلاثين. خلي نقول انا اياكم هي شبهة الصيغة هاي. او تلاثة وثلاثين هنا صار اسمه تيست. راح اروح لل اند. وانطي تلاثة وثلاثين. هذا تيست تلاثة وثلاثين. تاريخ البدء مالتة. راح يكون يوم وخمس طاعة ستة. اوكي? الساعة بلوهده وستة وخمسين. خليكون اليوم تاريخ ستة مع ستة. هذا التاريخ ستة مع ستة. راح اقول له موافق. اوكي? واي تاريخ الانتهاء مالتة خليكون مثلا يوم قد اصبعه Puloc, اصبعه على ستة. اوكي? اصبعه على ستة. راح اقول له موافق. اهنا فعال او ما فعال ممكن انه خليي فعال. ممكن انه ووقف التفعيل مالته. اهنا الوصف مالته. وهنا نتائج بعد الانتهاء لتعرف للطلبة أبنى واش راح أقول له؟ راح أقول له حفظ تشوفون صار هذا هسه صار تيست 33 والتاريخ تغير من 16-16-16 حسب ما أنا خليته هذي مين رحت لها من خيارات التعديل هذي من التعديل اللي حصلتها من الخيارات حدث من الممكن أنه حدف هذا الاختبار وينتهي بعد ما يظهر عندي هنا ضمن اللي استماتي عرض الامتحان من الممكن أنه عرضي طبعا هنا ده تشوفون هو ما بي أي سؤال حاليا هذا الامتحان ما بي حتى أضيف سؤال منها إضافة السؤال راح نجعله ياكم الناقشة إن شاء الله أيضا عندي راح أرجع عندي أيضا هنا نه أرسال إشعار من الممكن أن أرسل إشعارات للطلبة النوايا بخلينا لكم اختبارات من الممكن كل الطلاب أو الطلاب محددين أو اللي أخلي اللي مخليهم آني لمحددهم هل أنت متأكد إذا أقول له أوكي أوكي راح يمشي عندي الأمر بعد شنو عندي عندي إعادة الامتحان من الممكن أنه أعيد هذا الامتحان أوكي نفس الأسئلة مالته بس أخلي شنو مادة جديدة الطلاب منه اللي أريدهم ها كل الشعبه مثلا إذا خليتها بالمناسبة إذا خليتها فارغ راح يحقق كل الشعبه وإذا حددت لا يعني أنه راح يتحدد مجموعة من الطلاب وخلي تاريخ البدء أخلي تاريخ الانتهاء وأقول له بعدين أقول له حفظ راح يعادل اختبار بنفس الأسئلة إلى هؤلاء الطلاب بالعدادات الجديدة هذا بالنسبة المين إلى خيارات اللي إذا شوفوها أساتذتنا الأفاضل قدامكم اللي قلنا بها تعديل ممكن أن نعند الاختبار بها حذف من الممكن أن نحذف الاختبار بها عرض الاختبار وإرسال إشعار وإعادة الامتحان شنو بعد عندي؟ عندي جديد جديد هنا شرح يكون عندي من الممكن أنه أخلي من خلاله أسوى امتحان جديد زين اجت إلى جديد طبعا هذا كلش مهم هالموضوع حددت المادة مالتي خليكون ببالك هنا أنت راح يطلع لك فقط المواد اللي يتدرسها ما يصير أنت تسوي الامتحان المادة أخرى هي ما محددة إلك فهنا حددت المادة شوفها ثاني من طين يدها درس مادة واحدة الفيزيولوجي خليت له اختبار هنا الامتحان إلى راح خلي كل شعبه فارغ وممكن نقولنا شنو أنه أحدد بس خليت أشيرت هنا مجموعة من الطلاب من الممكن أن أحدد بس أنا راح أخلي لكل الشعبه بس خليت أفارغ هنا صار لكل الشعبه هنا مثلا راح أسميه آن وياكم اختبار تجريبي اختبار تجريبي خلي أسميه إياها نهائي حتى ميزة اختبار تجريبي نهائي تاريخ البدء خلي بدي باتشر سباطة على ستة وخلي بدي الساعة بالعشرة الصباح خلي بدي الساعة بالعشرة اتنين ثلاثة خفوا خل أضللها خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يبدي بالعشرة وخلي انتهي طبعا هنا اي ام مثل ما تشوفون بالعشرة اي ام خلاص اي انتهي بالعشرة اي ام يوم السباطة عش باتشر موافق شوفش وقت بالعشرة اي ام صباحا يوم السباطة على ستة انا اريد ان ينتهي يوم السباطة على ستة بس الانتهاء ما لته خلي يكون الساعة بفنا عش هذي الساعة بفنا عش غسة اني افوا هنا راح خلي ساعة بفنا عش تقدرون دايرك تكتبون التكست وممكن من الاسهم الصاعدة والنازلة افنا عش اي ام اخلي اختبار ساعتين قبل لموافق اذا بده بالعشرة تهي بفنا عش اوكي فعال لو ما فعال خلي فعال اوكي تريد تعرض النتائج لو ما تريد تعرضها خليتها اخضر تعرض النتائج ما تريدها لا خليها ما اريد تعرض النتائج خلينا انا اكتب اوكي اش راح اقول له يقول له حفظ هسة ااني حاليا اانوا ياكم سوينا اعدادات الاختبال شو بقى عندي بقى عندي اضافة الاسئلة اساتدتنا الاسئلة خلي يكون ببايكم نوع اثنين ثلاثة اربعة خمسة انواع موجودة عندي املأ الفراغ يعني هذا راح يكون عندي اما فراغ صغير او اسئلة المقالية يعني ممكن ان تكتب بي كلمة كلمتين او تكتب بي شنو مجموعة شرح اختيارات متعددة احنا كل احنا نعرفها خيار واحد اللي هو واملأ الفراغ قيمة رقمية نفس املأ الفراغ هذا بس هذا ياخذ قيمة نصية هذا حياخذ قيمة رقمية ملف مرفق هذا راح يكون هذا السؤال بملف مرفق يعني تقدر تستفاد من عنده بموضوع التقرير انه طالب من يرسل لي تقرير يريد يرسل لي تقرير من الممكن انه عن طريق هذا يعني خلي التقارير على شكل اختبار اطلقها والطالب راح يرفق لي كل التقارير على شكل مرفقات ملفات مرفقة خليني اجي آنوا اياكم املأ الفراغ اخذت هذا املأ الفراغ هنا طبعا من الممكن ان اخليه صورة خليه يكون ببالك انه احمل صورة موجودة عندي من الممكن ان احملها بكل سهولة بالدكيومنت مثلا اردى حمل هذه الصورة على سبيل المثال او احمل هذه الصورة تحليه راح يصير تحميل المن هذه الصورة راح تظهر فوق طبعا دولة يعني جماعة الهندسية ممكن يستفادهم من عنده يخلوهم في الدائرة كهربائية او كذا ممكن جماعة المدني البناء وانشاءات اي قسم اخر من الممكن ان يستفاد من عنده خليه صورة هنا بها مخطط او ما شابه ذلك خلين نجي للسؤال انا وياكم راح اسميه سين وان او سميه بالعربي سين وان ما هي ازاء جهاز الحاسوب على سبيل المثال ما هي ازاء جهاز الحاسوب خليكون مقالي والمقالي هذا شبيه يعني يحتوي على شرح اجابة صحيحة راح اعوفها فارغة اوكي طبعا هنا الاجابة الصحيح راح تسأل ليش نخليها اذا كانت كلمة وكلمتين يعني هي اهنا مع نموذة تصحيح التلقائي طبعا هذا هيش انواع من الاسئلة كل احنا لعرف انه ما ممكن تصحح تلقائيا لذلك هيش انواع من الاسئلة يعني الاجابة اللي موجودة هنا يعني مجرد اجابة نموذجة خافي جواحدي صحيح بعدي راح يكون الجواب الموجود هنا يقدر يعتمد عليه في التصحيح هذا السؤال اوكي درجة السؤال انا راح اخليها مثلا هذا عليها عشر درجات على سبيل المثال العشر درجات اللي خليتها هنا خليكون ابالك راح تظهر للطالب وتظهر قدام رقم السؤال يعني انه هذا السؤال من عشرة اوكي بس تصحيحها درجة نهائية هو الاستاذ راح يخليها بعد ما يصححها اوكي فهذه شنوه هذا النوع الاول من الاسئلة راح اقول له اضافة اوكي انضاف هذا انتهى الموضوع خلاص تمت العملية بنجاح بعد طلعت هنا تمت العملية بنجاح اوكي انا هغلقه سين شن عندي بعد اختيارات متعددة باختيارات متعددة ايضا اقدر هصعد اميج هصعد اميج ثانيا انا وياكم صعدت هاي الاميج وقلت له اوكي صعدت هاي الاميج سؤال الثاني مثلا تعتبر من او هنقول من اجهزة الاخراج في الحاسوب اوكي هخلي اهنا هخلي هذا السؤال لاجابات الصحيحة طبعا هنا اختيارات متعددة يعني عدة اختيارات ممكن انخليها مثلا من اجهزة الاخراج راح اقول الشاشة هذا اول جواب صحيح اوكي من ممكن انخلي جواب واحد صحيح من ممكن انخلي عدة اجوبة راح تسألني شو راح اخلي جواب واحد اخليت هذا الجواب بس اضغط انتر اخذه تشوفون شو نصار شكلها ضغط انتر من الكيبورد راح اخلي اه جواب ثاني صحيح السماعات ايضا انتر من الكيبورد ايضا شنو صار ايضا اخذه اجابات الخاطئة خلن نقول الماوس وخلن نقول انضيت انتر راح انطي لوحة المفاتيح لوحة المفاتيح انطيت انتر هذني راح يكونن خاطئات ذني الاجابتين وهذني الاجابتين راح يكونن صحيحات طبعا الدرجة بما انه اجابتين راح خلي عليها فقط درجتين مثلا عينة هذا السؤال درجتين مثل ما قلنا هاي الدرجة راح اعتمد طبعا هي شي اسئلة هذي راح تكون مصححة تلقائيا خليكون ببالكم من الممكن انتر صحيحها تلقائيا زين انطيت درجتين وانطيت شنوة انطيت اضافة انطفت هذا السؤال الثاني طلعت لي اهنان تمت العملية بنجاح اوكي حسد هذا تهينا من عنده خيار واحد اللي هو ايضا ايميج هذي الاميج راح اروح اصعد مثلا على سبيل المثال هذي الاميج وقل له اوبن السؤال اوكي من وحدات الخزن في جهاز الحاسوب اوكي طلعته علامة استفهام اجابة صحيحة راح اقول له مثلا اه راح اقول له مثلا هنا على سبيل المثال راح اقول له الذاكرة او اقول له هارد ديسك خلنا سميه هارد ديسك خلنا سميه بالانجليزي هارد ديسك اوكي اخذ الهارد ديسك افوا كان للاجابة طبعا اخذ فقط راح سبيه واحد ثاني هنا خيار واحد هنا حملت خل اعيده لكم حتى يكون صورة مضبوطة من اجهزة الخزن خليه تفارزه منقوطة وحدد الخزن الثانوية على سبيل المثال تتهيج اوكي وهذا الانتر اوكي اخذها طبعا اجابات الخاطئة هخلي هنا اجابة خاطئ الاولى مثلا على سبيل المثال طبعا هنا بالمناسبة ما تضغط انتر لانه ما تحتاج هنا لان هي اجابة واحدة انا ايران راح اعيده لكم حتى اكرر حتى شوفها بالضبط انه خذ الصورة وجيت كتبت من اجهزة الخزن افوا من اجهزة الخزن الثانوية شوف اهنان وحطيت علامة اه من اجهزة الخزن في الحاسوب خليت علامة استفهام اهنا فقط راح اكتب وحدد الخزن الثانوية ومرح اضغط انتر ولا راح اسوي كل شي ليش تعرفوا ليش لان هي اجابة واحدة مجرد راح انزل بالماوس اهنان بس بالماوس راح اكتب مثلا اهنان شاشة ممكن ان تكون اكثر من اجابة راح اضغط انتر اوكي وممكن انه اكتب الماوس اوكي ايضا راح اضغط انتر الرابعة على سبيل المثال راح اكتب مثلا الطابعة ايضا 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 هذه اجابة خاطئة انتر فكانت هنا شنوة وحدة فقط هي شنوة هي اجابة صحيحة والثلاثة هنا اجابات خاطئة ايضا هذه راح اخلى عليها مثلا درجتي وانطي اضافة اوكي اتهى خلاص الموضوع تمت العملية بنجاح املأ الفراغ قيمة رقمية اوكي قيمة رقمية مثلا هنا راح ايضا اصع الصورة انا دا ركز على موضوع الصورة حتى شوفوها راح اقول له اوبل راح اقول له السؤال مثلا هنا سؤال الرابع خليكون على سبيل المثال او شوف وين وصلنا بالترقيم مثلا هنا حجم ذاكرة الرام او اي ام اوكي ورح اخلي هنا فارزة منقوطة اجابة صحيحة راح خليها مثلا خلي نقول انا ياكم 255 اجابة رقمية ودرجة السؤال اذا اش قد عليه 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 اثنين ورح اقول له شنوه راح اقول له اضافة ايه هنا الفرق مالتا انه القيمة اشي تكون تكون رقمية القيمة تكون رقمية راح اقول له اضافة زيان اللي بعده اللي بعده اخر واحد هو ملف مرفق طيعته ملف مرفق اوكي طيعته ايمج على سبيل المثال صعدت هاي الامج قلت له اوبين اوكي والسؤال هنا راح اقول له اكتب تقريرا عن مثلا جهاز الحاسوب او راح اقول مثلا عن شركة جوجل على سبيل المثال وجوجل انا راح اخليها يكتب ليها بملف وورد يكتب ليها بصورة ويرفق ليها طبعا هنا ملف مرفق راح يكون عندي والدرجة هذي مثلا عليها عشرة انا خليكن ببالكم ايضا هذا ما يخضح هذا النوع للتصحيح التلقائي ليش لانه هذا لازم يقرأ الاستاذ ومن ثم يصح قلت له اضافة اوكي خلاص هي انتهى انتهى هذا الموضوع اوكي تمت العملية بنجاح تمت العملية بنجاح هذا بالنسبة لمن اضافة اسئلة ومثل ما قلنا عدنا املأ الفراغات ممكن انه تستخدمه كاجابة واحدة شورت انسر احنا اجابات قصيرة او ممكن تستخدمه للاسة اللي هي الاجابات الطويلة او اللي هي الشرح اختيارات متعددة ممكن خيار واحد املأ الفراغ قيمة رقمية وملف مرفق دني كل هن اه الاسئلة المتنوعة اللي موجودة عندي لو رجعنا الى الاختبار وعرضنا هذا الامتحان هذا الامتحان دشوفوا صار بهالشكل هذا اساتذتنا الافاضل اوكي دشوفون هذا السؤال الاول ما هي اجزاء الحاسوب والصورة اللي حملتها هنا عندي من اجهزة الاخراج في الحاسوب كذا من وحدات الخزن كذا طبعا دني تذكرون دني لاخطائتي بهين انا خطائي بهين هذا هنا فادني ليش لو فرضت انا ياكم انه خطأت بسؤال وهذا السؤال انا اردى مسحه ما اردى بقي اوكي حتى امسحه هذا السؤال بس مجرد اروح هنا لحذف هل انت متأكد من الحذف نعم اه خلاص ده الموضوع اوكي هذا السؤال دشوفوا اريد شوية اعدل عليه من الممكن ان اعدل عليه دشوفون هنا بي بس الهارد ديسك زيان هذا الهارد ديسك هو صحيح بس اريد اضيف بعد راح اروح المن الى تعديل هذا القنام اللي ديسك شوفوا من اطيت تعديل اهنا من الممكن انا اخلي الاجابات الاخرى بار انا راح اخلي مثلا الطابعة هادي وحده ات انتر انطيت مثلا اه مثلا على سبيل المثال الماسح الضوئي سح الضوئي اوكي وهكذا انطيت انتر خلاص كملت راح اقول لها شن هو حفظ التعديل او تقول لها راح اقول لها حفظ التعديل اه حفظ التعديل شوف اسم من انزل له هذا السؤال شحلقه به هنا انا الهارد ديسك الماسح الضوئي الطابعة اعدلت عني فهذه اساتذتنا الافاضل راح تظهر هي تشبه الشكل هذا الى طالب يعني راح تظهر به الشكل هذا اسئلتكم الى الطالب اوكي لهنا انتهى الاختبار مالتي هذا انتهى تصميم الاختبار مالتي انا ضفت اختبار سميته الاختبار تجريبي نهائي هذا اسمه ضفت اسئلة من الممكن راح تسألني طبعا منها من الممكن ان اعدل منها من ممكن ان احذف هذا السؤال هذا نص السؤال الاجابة مالته. من الممكن تسألني انه تقدر اضيف بعض اسئلة هي تقدر تضغط على هذه وتضيف اسئلة اخرى. كيفك? الاختبار بعدك ما طول مطالقة انت وما فعال من الممكن ان نضيف الاسئلة اللي تعجبك. بس الاختبار منه انطلق وصار فعال. لأ نهائيا بعد ما تقدر تضيف اي اسئلة عندك. واضح? هذا بالنسبة للاختبار مالتي. من نروح القائمة الاختبارات هسة. اوكي? لقيت هذا الاختبار مالتي اللي اسم اختبار تجريمي نهائي. هذي القسم والكلية. اوكي? والشعب اللي سويته. هذا الشوكت راح يبديه. هذا الشوكت راح ينتهي. فعال? نعم فعال. اوكي? تقدر تسوي انت مو فعال. اوكي? تقدر تلغي تفعيل مالتي للنتائج غير معروضة. الى اخره كل الشعب الاخري من الخيارات. تريد عدل علية? اي ممكن ان يتعدل علية? تروح هنا خيارات وترجع الى تعديل راح تطلع عندك. ما ريده فعال. ما ريده فعال. قلت له حفظ. تشوف? صار غير فعال. هذي كل ما موجود اخواني بقائمة اختبارات وكيفية اعداد اختبار الكتروني باستخدام نظام السراج لعدارة الجامعة. كل ما يتعلق بالاختبارات هذي الاختبارات. ان شاء الله خليني نهي آنوا ياكم هذا الجزء باذنه تعالى. وان شاء الله بالجزء الثاني راح نناقشانوا ياكم كيفية التصحيح وكيفية عرض نتائج الاختبارات. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لازغاكم. وان شاء الله راح نلتقي بفيديوهات قادمة باذنه تعالى. شكرا جزيلا لكم.